السلام عليكم كراكم دائرين غاية لباس ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير الفيديو تعمل اليوم كما راكم تشوفون انا جابت لكم وصفة سهلة واقتصادية وتجيب بزيف 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 انا دي ما نحتملها في رمضان عندي زوج كيسين تحفرينة وزوج مغارب فكبار تاع سميد وقريب نصف كيس تاع سكر والملح واللم اللم العجينة باستسها هاكا كبير كما راكم تشوفو كما قلت لكم انا نضيها بزيف ونديرها في رمضان اغلبية نضيها هي والبوريك لخطش تجيب بزيف شابة و جي خفيفة ووحشيشة هنا كما راكم تشوفو انا درت لها الماء وراني نجمح فيها ما رانيش نعجم فيها نجمح فيها فقط الي قتقعد مبسة شوفو اقدرت اقل من نصف كيس تاع ما هنا غادي نغطي عليها بكيس بلاستيكي ونخليها هذا ما نحتاجه في العجينة سهلة كما قلت لكم ما كانش مقادير بزيف الحشو درت حشو اقتصادي انتي الحشو تتحكم فيه كيمة تبا يديري ديري انا شا درت حبه بصلا تحنتها كما راكم تشوفو وخليتها تتقلد بل تمليح ودرت لهالكاشير اللي كود ديجا امره بيته تباو تديرو الحم ديرو الحم ولا بيونداشي ولا كيمة تباو ديرو ديرو شاواء هادي بالكاشير سين كدي شابة واقتصادية نوعه كما راكم تشوفو نقلبها حملية 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 وخليها تتبالي شوية ونطفي عليها منزيد لها الملح لا اي اضافة نخليه بنكهة على الكاشير هادك ديجا هو متبضل كما راكم عارفين اهنا نخليها قدلي تتبالي شوية كمشته اهنا نتبالي الكاشير اي او صايت وخليتها تبرد وروح تلعجينة تايي ديريكت ومو حليتها اه ما تستنىش هادي اذا ما كنا تقارئها تخمر ولا شوفوا السمك تبتها رقيق بزيف لازم ديرو لهذا السمك رقيق و تطبعوها بهذا الشكل تقلعو الزائد لما عندكم هاكاك بالطابعة الضائر تقلعو الزائد بالبلعة على قوتي تعدهان هادك و تطبعو فيه انا ندرت الحشو التاعي بهذا الشكل اللي كان برد ورا عندي فرماج نقلع الفرماج ثانيك وندير هادي الطريقة بالخف تكمليها كي تخدمي بهاكاك ديريقاع الحشو ونبديها تفوتي قاعليهم فرماج اه كاك بالخف تكملي ايو ضروك غادي نغلق عليها وهذا الشكل نغلق عليها ونجيب القارفو الكيمة التقليدي نجيب القارفو ونبلع حكاك يعطيني شكل ونقعدو في التقليدي شوفو تغلقيها بهذا الشكل و تكون الحبة تاعك واجدة شوفو الحبة تاعي كي جيت جي روعة وقليل اه صغيرة ضريفة نجيب القارفو اهنا قدرت نزيز في المقلاة وكينة تشوفوها هاديك اللاعجين اديري مورسوها كاك صغير كي تشوفوها تطلع ايضا يديري الحبة تتابعك بهذا الشكل وتقلي الحبة تتابعك خليها تكيت حمار تشوفوها حمارة مجوينة باقلبيها بهذا الشكل وتجي ما شاء الله نتمنى تجربوها خاطرش بنينا 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 بزيف كي ما قلت لكم انا ديما نحتمدها في رمضان اغلبية نديرها هي والنوع في الحشوات النوع والكمية قطعت لي ما شاء الله قطعت لي بزيف كي ما راكم تشوفو ها هو الحشو شوفو شوفو قيجات الحبة وجي العجين رقيقة بدأ بيكم ترقوها غاية الغاية باش مجيكم شمع الجنوغيه جيكم هكا ما شاء الله جيكم علامة كي ما نقولو ان شاء الله الفيديو تعليمكم وان شاء الله تجربو الوصفة هنا اصلنا نهاية الفيديو سلام